عن أبي هؤيرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه يعني الإنسان إذا أراد أن يذكر الله لك أن تذكره باسمه المفرد أن تقول الله الله ولك أن تذكره بالأذكار هذه التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه تعني أنا أنزه أنزه الله عن كل ما لا يليق به وتعني أيضاً أنني أمجد يعني أجول في عظمة الله وتعني أيضاً أنني أخضع فإذا نزهته ومجدته وخضعت له فقد سبحته أحياناً أحياناً الكلمات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تفقد مضمونها يعني إذا الإنسان ما خضع لله عز وجل وقال سبحان الله بلسانه هذه الكلمة فقدت مضمونة أما أصل هذه الكلمة أن تنزه وأن تمجد وأن تخضع إن نزهت ومجدت وخضعت فقد سبحت بالمعنى الدقيق كيف تمجد أنه سهل أنه ليس كمثله شيء لكن التمجيد لا بد من أن تفكر في خلق الله عز وجل من أجل أن تكتشف عظمة الله عز وجل يعني طريق التمجيد أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض طريق التمجيد أن تنظر إلى الآيات التي بثها في الآفاق وفي نفسك طريق التمجيد أن لا تمر على هذه الآيات مرور الكرام بل مرور المتأني المتبصر فإن أردت أن تكون في مستوى التسبيح فلابد من التنزيج ولابد من التمجيد ولابد من الخضوع على ستار الكعبة الإنسان دقق النسيج مكتوب عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه الأرضية غير الآيات المطرزة أما النسيج أساسه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من هاله الليل أن يكابده يعني صعب عليه قيام لنك أو بخل بالمال أن ينفقه أو جبنا عن العدو أن يقاتله فليكثر من سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله أنه بالنهاية الاتصال بالله هو النهاية هو الغاية ينبئ لك أن الجهاد الجهاد مقاتلت العدو لكن تقاتله من أجل ماذا من أجل أن تدله على الله من أجل أن تأخذ بيده إلى الله لو أنه فرضا أتيح لك أن تأخذ بيده إلى الله هو الأصل الأصل أن تأخذ بيده إلى الله يعني في جهاد متاح إذا أتيح لك أن تنقل الحقيقة للآخرين أتيح لك أن تعلم القرآن أتيح لك أن تبس الهدى في الآفاق أتيح لك أن تبرز عظمة الإسلام أتيح لك أن تأخذ بيد الناس إلى الله وهذا أهم ما في الجهاد لأنه شرع الجهاد من أجل هذا من هنا قال الله عز وجل وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا سمى هذا جهاداً كبيراً فمن هاله الليل أن يكابده أو بخل بالمال أن ينفقه أو جبن عن العدو أن يقاتله فليكسر من سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله فواهو الطبرانين ولا بأس بسنده إن شاء الله تعالى الآن في عنا عدد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة وإن كانت مست زلد البحر رواه مسلم والترمذي سبحان الله وبحمده مئة مرة فنحن الأذكار التي وردت في كتاب النووي هي أذكار النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان أيام يتمشى بالطريق رياضة ماذا يفعل في المشي يذكر الله جلس في البيت يعني هذا الذكر به يطمئن القلب غذاء القلب وعن مصعبي سعد قال حدثني أبي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَيَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ فسأله سائل من ذلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة هذا التسبيح معناها ذكر معناها أنت قريب من الله عز وجل أنه عبي إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني تفرني العمر ألا تنسى الله عز وجل تذكره بهذا الذكر سبحان الله وبحمده طبعاً اليوم الدرس سبحان الله وبحمده البارح كان لا إله إلا الله قبل يوم Barack Obama فإذكار النبي صلى الله عليه إنه لا إله إلا الله ذكر سبحان الله وبحمده ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر حسبي الله ونعم الوكيل ذكر أستغفر الله ذكر الله الله ذكر إذا قرأت القرآن ذكر تعطيك دائرة واسعة كثير منوعة مثل بستان كله فواكه وثمار كل من أي شجرة شئت لمجرد أن تقرأ القرآن فأنت ذكر قراءة لمجرد أن تقول سبحان الله وبحمده فأنت ذكر أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الباقيات الصالحات فأنت ذكر إذا قلت لا حول ولا قوة إلا لله هذا ذكر حسبي الله ونعم الوكيل ذكر أيعزز أحدكم أن يكسروا كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسليحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة رواه مسلما والنسائي وعن سامرة بن جندب رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مجموع الكلمات نزهته ومجدته وخضعت له وحمدته ووحدته وكمرته يعني عرفته وإن عرفته عرفت كل شيء وإن فاتك فاتك كل شيء يعني أحيانا الإنسان يدخل لبيت صديقه يجب عنده شخص بيقول له الأخ ما عرفنا عليه بيقول له سعيد حمد يعني عرفته كلمة ما عرفت فيه عنه أطلاق عنه موهي المعرفة تعرف اسمه المعرفة تعرف اسمه ودرجة ثقافته وعمله ووضعه الاستماعي ودينه وإخلاقه فأنت مع شخص لا تقبل أن تعرفه باسمه نابد بنإضافات يقول له صديقك يلا تصديقك الأخوين أين تعمل بيقول لك عملة نتزوري بيقول لك نتزور كم ولدك في عندها وين ساتين مشان تعرفه انت مع انسان بل تعرفه ببعض المعلومات إضافية ربنا عز وجل خالق الكون أخي الله خلق الكون ما اتجف فيه فهون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كبرته ووحدته وحمدته وسبحتك هاي الباقيات الصالحات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أمجاً هي تبقى الدنيا تثنى وهي تبقى إذاً أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت آخر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس وهو يغرس غرساً فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس قلت غراساً قال ألا أدلك على غراس خير من هذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة هذه أذكار اليوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بس عند كلمة سبحان الله وبحمده يعني أنت بحياتك تجد إنسان عظيم بس ما لك علاقة معه ما أعطاك شيء ما قدم لك شيء ما خدمك أو ما له عمل طيب مثل قوي قوي هنا في شيء تاني سبحان الله نزهته عن كل ما لا يليق به مجدته خضعت له هو بس محسن إليك سبحان الله وبحمده الواحد يشوف شخص يفير محترم زده بس ما له والده أما لو كان أبو أبو عاطي أكرمه مربيه قدم له مال من زوجه فإذا واحد يقف أمام أبوه ما حيشوف إنسان عظيم فقط هيلقي إنسان محسن يبينضاف للتعظيم الشكر سبحان الله وبحمده مثل له الملك وله الحمد تشبهها يعني عظيم ومحسن عظيم ومقدم لك شيء سمين عظيم ومنحك نعمة الوجود عظيم منحك نعمة الإمداد عظيم منحك نعمة الإرشاد والهدى نعمة الإسلام نعمة الإسلام في العمل لكن لا يخلو انه في وقت فراغ جالس يعني ان تنتظر انسان معك مسبحه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم هو الافضل انه الانسان صباحا يذكر الله عز وجل بعد الصلاة او قبل الصلاة لكن ممكن باي وقت فراغ ينتظر انسان ماسي بالطريق راكب جونه ر venom النقد ايڍا مزيجاة ит traveling وهم من يضاف مدمج باي وقت فراغ يبوه عبر يديه السيارة و مسافر لم يمكن يذكر الله عز وجل زكر خفي ليست شرط يكون ذكر معلم certified سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم فيها وزن من مثيق ذكرى لطيف على اللسان صياغة كثير جميلة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فاليوم الدرس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإذا عبرت هذه الكلمات عن معرفة بالله عن تنزيه وعن تمزيد وعن خضوع وعن توحيد وعن حمد وعن تكرير فهذا جزء من معرفة الله عز وجل والحمد لله يا ربي العالمين